نشاط فني لافت عم تقشه الفناني اللبناني فيفيان امراد بالفترة الأخيرة من ناحية الانتاجات الغنائية واللي كان أخيرة أغنية باللهجة العراقية بعنوان ضلع كاميرا أغاني أغاني وزميل ألان صالح لتقوا فيفيان بدردة شعفوية بفندق الكامبينسكي بيروت والحديث طبعا كان عن ضلع امراد مبسوطيني كتير بالنشاط الفني بآخر فترة خبريني شوي صار نازل ثلاث أربع أغاني هيك بزرف قل من سنة خبريني شوي عن هالنشاط دايما بسوطة أنا دايما بحالة نشاط بس صدقني ما بحب نزل أنه تنزل يعني أغاني بحب اسمعها غنية غير شكل وعير في أي سوق بدي فكانت كانت هالأغاني آخر واحدة كانت دلع حبتوها خير حلوة دلع يعني بس نسمعها منحس أنا غير عن الأغاني النزلتية قبل فيها هيك الروح الصيفية أكتر فيها الألوان بالكليب خبريني شوي عنه وعن كواليسها هلأ هي أغنية صيفية بس أنا لأنه كنت مريدة بكورونا يعني إلي سنتين ونص يقولولي لا ما في كورونا آخر شي لحتى فرمتني كورونا ما قدرت أحكي حتى ولا قدرت حتى غني بحفلات ولا ولا مهرج ولا شي ولا سجل حتى الأغنية دات سوايبة صرتحت شوي سجلتها وقدرت نزلها لانو شوي مأخر هلأ دلع هي ألحان ساركيس عزيزي سمعت اللحن وأصريت إنه ينكتب عليها كلام عراقي بدي أعمل هيك أغنية عراقية سريعة يعني صيفية حلوة والكليب هالمرة ولا فكرت بي ولا فكرة أخراج حبيت تكون هيك البوزيتيفية واضحة ألوان أنا لحالي بالكليب ضحكيني مثلهم بيقولوا يعني حبيت تكون فراش وفرحة فكانت كلمات 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 عمار الجمالي ورامي العبودي كتاب عراقية وكان المبدع كمان عمر صباق عمل هيك بصمة حلبة بالموزيك اللي فيها والعالم حبتها وإن شاء الله أنتو كمانا تحبوا ضمني بداخل قلبك أنا تنفس عطراك يلي نجنني بالشوك انت رشي أساسي ما تطلع من راسي لكان بحبك طاير فوق ليفيان حريصة دايما على تقديم اللهجي الإيراقية خاصة أن من الفنانات الحاضرات دائما بحفلات فنية بالإيراق يا عراق اسمك صعب الكون ما ينقال يا أبو الكرامة تظل عنوان كل الناس انت مكانك نعم عراس لو عراس أنت الفترة عم تشوف أو عم نلاحظ عم تلتجئ كتير على اللهجة العراقية خبيل شوي هدا عم تروحي مع الترند ولا أنت لأنه بتحب الجمهور العراقي أو بتحبي اللهجة هادي الفترة لا أنت عم تسأني لو بتعرف ما بتعرف علاقتي أنا بالجمهور العراقي أنا صر لي أكتر من سبع سنين متوجهة بالعراق بالحفلات الكبيرة ومفولة حفلاتي الحمد الله دائماً بيطلبوا مني أغاني عراقية وبكترة وأنا كتير بحبها الشعب وبحب كمانا الفن العراقي وأكيد أكيد بس اسمع لحن أول شي ضرب براسة الكلام العراقي بس كمان بيحبوك باللهجة اللبنانية اللبنانية كمانا اشتاقوا لك ثلاث أغاني لبنانية هلا ورا بعضهم لحقوا دلع ودلعك دلل دللك غيرك ما أحب الله خالقني لك الله خالقك لمياً أكيد لكل عالم اللي بتحبني ولأمي بي الله يرحم بي الله خلقني إن شاء الله يضل الله خلقنا لبعض لمحبة بعضنا لبعض وما يضل كل حدا أخذ هايك سايد عجنب ونضل نحب بعضنا يعني هلا بالمفهوم العام الله خالقني إلك إنه الله خالقني لشخص معين بالمبدأ بس بالفعل نحنا نحنا مخلوقي لبعض مين عم بيضلعك الأيام يلا دلك انت سأل أسئلة لطوسة جمهورة عم بيدلعني قدام دلع من الجمهورة هلا طالع على ألمانيا اتدلع ودلع بإذن الله بواحدة وثلاثين عشر عنا صهرة كتير حلوة وكبيرة بديسلدورف ألمانيا بعيدا عن الدلع وبالعودة للأغنية فيفيان تعمدت بعض الجرأة بأحد مشاهد كليبها الجديد فهل من تبرير لع الأمر؟ فيفيان في مشهد بالكليب منحسه هيك شوي جريء أكتر من غيره أول مرة من شوفك بهذه الصورة مشهد الشوور وأنت واقفة تحته من بيان إذا لابس فسطان أو لابس ميوخ خبريني شوية عن هذا المشهد المشهد البلو تحت الدوش مظبوط لكن خليني يكون صريحة عن جد قال لهم ما بدي صوره أنا بستحية يعني أو العالم يمكن مش شايفتني بهذه الامج يقولولي مش غلط صيفية وغير شوية وبدنا لوقتاني بالكليب نو هيدا فسطان طويل وليوم حنزل صوره كرميلك بالعكس اطناعت بالفكرة أنه مش غلط هيك نكون فراش وحلوين على الكاميرا وأنا بأيامي العادية لقلتلك أنا مش مش على السوشيال ميديا دايما شغلي أكتر على السوشيال ميديا يمكن هالعالم شايفتني بشي جديد فسو كان هيدا البلو هايك بلو كمانا كرميل العيون لا أنا حسيته جري بس مركزت كتير عليه كان الجرين أكتر طاغي بكل كليب فقلنا أنه من بيب هيك شوي هايكون فيه يعني فارياتي باللوكات ولوك صايفي ومش غلط يعني شفوني أكتر بكذا إيميج مش غلط وحبيبي أنا شو ما ألبس أنا بحب أعتبر نفسي العالم بتعرفني وبتعرف مين في فيان امراد شكيف ما بقدم حالي أنا دايما الإيميج المرتبة ببركد عليها ولو شو ما ألبسنا بتعرف جوانيت الإنسان مش بس بلوك أو بغنية حتى نحنا دايما أنا خاصة شخصيا دايما عم بركد على الإشها المرتبة والحلوة بتليق بالعالم اللي بتحبني كمانا هيدا المشهد ما تكرر غير مرة وحدة بالكليب يعني ما ركزت علي بس مرة وحدة سألنا في فيان إذا ما أقول تخضع لعملية تجميلية ياريت بدي أعمل عمليات تجميلية ياريت عندي الجرقة بدي أعمل منخاري بدي أعمل شافت ولا رح أعمل وبعدنا رح سير عمري مئة سنة مراحة أنا كثير خاف من الإبرة ومن زمان عملت شفافي ورجعت شلتون وخلاص مسكرة على عمليات التجميل بعمل بوتوكس مش عملية يعني بس وحيت الله مول عملية يبين بآخر فترة ما نشوف بصورك عمت طلعة مثل الأمار عمليت دايت شو عمت عملي لا أنا دائما بدايت بس مش هيدا الدايت القطولي والكتير لا باكل صحي يعني أنا أوقات بات فكر أنه أنا عجد ما باكل سكر أنا عجد ما باكل زيوت يعني بالبيت ما فيه زيت قالي ما منعرفو أنه باكل كتير صحي هيدا لايب سيلي مش أنه أنا قاصدة أو إرادة يعني وبيكل كتير فويك بعمل شوية سبور مش كتير يعني أنا بكل شي بحياتي حتى بأكل حتى بأي شي أي موضوع ما عندي هاي الأدكشن وهيدا الجنان بالفكرة سمبل هيك ببساطة كل شوي كل شي شوي يعني بالخيتان في فيان خبرتنا عن استراتيجية جديدة رح تتبعها بإنتاجاتها استراتيجية كل شهر غنية حتسمعوا بعد شهر غنية اللي بعدها كمان حنصور غنيت العلي المولى وكمان فيه أغني فيه ثلاثة أغاني وربعات أي هنا لآخر السنة بنوعد الجمهور بثلاثة أغاني لبنانية بإذن الله موفقة في فيان ونحن أكد رح نتابعك بكل شي وبنشاطاتك الفنية وأنا بحبكم وتانكو لدعمكم دائم لأيلي أغاني أغاني بتعقدوا فشو الخلق على القليل الراجو طب ولكم حلو ما فيه كتير بروغرامات أغاني ومولعينا دائموا تانكو كل التوفيق والنجاح يا فيفيان على أمل تكون الأعمال الجديدة وأصداعها بالحجم اللي منتمنى موسيقى موسيقى